حبيبي يا رسول الله ولكن بنقول حاجة أو الله حبيبي يا رسول الله يا زائر الروض الحبيب الهادي بلغ رسول الله شوق فؤادي واجعل لي من شفاعته نصيب يوم أن نلقى رب العبادي سيدي أبا القاسم يا رسول الله إني سألت الشعر أن يتعطف فقال هيهات هيهات أن أتوقف في يوم ميلاد المصطفى عزر الرسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصفا جاءت قديما زرة من نوركم قد جمحل الرحمن منها يوسفا والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى والله لو جدت العباقر كله في وصف أفضال له لن تعرف والله لو روض النبي تفجرت أنواره لالبدر ولى واختفى والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب مكتفى تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة المولى الكريم تشرفا يكفيه أن المدر يخسف نوره لكن نور الحبيب المصطفى لن يخسفا صلى الله عليك وسلم يا نورا سميت محمد نور من نور في نور وبنور الأنوار محمد يا نور الأنوار أغسني أدركني يا نور محمد واجمعني يا رب دواما يقضانا بكمال الحبيب محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله وعلى آل بيتك الأطهار الذين قال عنهم نبينا المصطفى المختار آل بيتي كسفينة نوح من تعلق بها نجا فمن أحب آل بيتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة يا آل طاغى لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام في هذه الليلة القرآنية التي لا ينقضي عبيرها ولا ينقطع شذاها وهي ليلة تدريب لأم ولمدرسة عريقة فاضلة عاشت بيننا من الصالحات العابدات القانتات وأكرمها خالق الأرض والسماوات بذرية طيبة كما قال رب العالمين ذرية بعضها من بعض من حملة القرآن الكريم أنجبت هذه الأم الكريمة الراحلة التي اختارها المولى الكريم في يوم طيب كريم لتنعم في الجنة بسماع الأوتار والجلوس مع الأبكار وقطف الثمار تحت ظل الأشجار على شاطئ الأنهار لتنعم برؤية واحد هو العزيز الغفار الله أسأل لهذه الأم الفاضلة أن يتقبلها في الصالحين وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة وأن يلهم آلها وزويها الصبر والسلوان وأن يبارك في أهلها وزويها وفي كل من شيعها أو قدم واجب العزاء فيها جئنا حبوا وسعيا على الأقدام مسرعين مسارعين في ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة عميدة العائلة الطاروقية وهذه العائلة العريقة ذات الججور العميقة أهل القرآن نفخر بوجودهم بيننا في كل مكان في ليلة تكريم هذه الأم الراحلة أتينا مشاركين في هذه الليلة لقمر الإزاعة المصرية فضيلة القارئ الإزاعي الكبير الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي وأيضا مشاركين للعلم الإزاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي وللأخ الحبيب الفاضي فضيلة الشيخ عبد الله علي الطاروقي ولآل الطاروقي الكرام وفي هذا البيت القرآني الطاروقي بيت الكرم والجود وبيت الوفاء والإخلاص لأهل القرآن تربينا فيه على مأدبة القرآن وعلى الكرم وحسن الضيافة أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المكان عامرا ببركة القرآن وببركة الصلاة والسلام على نبينا المصطفى العدان وأن يبارك في الأبناء الكرام سن الشيخ الدكتور عبد الفتاح فضيلة الشيخ محمد علي الطاروقي وفضيلة الشيخ عبد الله علي الطاروقي أسأل الله أن يكرمنا بكرمهم وأن يمدنا بمددهم وبأهل القرآن هو ولي ذلك والقادر عليه فمهما تحدست عن هذا الميت الطاروقي فلن أوفيه حقه ولن أعطيه قدره ولكن أسأل الله عز وجل أن يجعل سعيكم هذا سعيا مشكورا وذنبي وذنبكم عند الإله ممحوا مغفورا وأن يجعل ما تلي في هذه الليلة من آيات القرآن نورا يتقاطر على الراحلة في قبرها هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة في هذا المجلس القرآني الذي تحفنا فيه ملائكة المولى العلي فهيا بنا لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أجمل الكلمات عن سيد الخلق وما أجمل الكلمات عن سيرة سيدنا رسول الله وآل البيت الكرام فهيا بنا الآن لنطيب عن القلوب والآذان بسماع ذاك الصوت الندي الكروان وعلم من أعلام إزاعة القرآن الذي نسعد به إن كان عبر موجات الإزاعة أو عبر قرآن الفجر أو عبر الأمسيات الدينية فهو صوت مميز في عالم الإزاعة المصرية المبتهل الإزاعي الكبير فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان نسعد بكلماته الآن عن سيدنا رسول الله وآل البيت الكرام فأكثروا من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام سيدي أبا القاسب يا رسول الله فهيا بنا مع فضيلة المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان يتفضل أشكرا كوش 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 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا من بنورك غردت يا سيدي يا من بنورك غردت كل الطيور وطابة الألحان بدر تألق في البرايا كلها بدر تألق في البرايا كلها الدين أشرك الدين أشرك أشرك فريدًا حيادة へبردت حيادة 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 حياك يا ربي يا رسولا للوراء حياك حياك يا ربي حياك يا ربي يا رسولا للوراء حياك يا ربي يا رسولا للوراء يا من بفيضك يا رسولا للوراء اشفع لنا يوم الحساب وهوله في كلمات جديدة حينما علمت بوفاة الأمة الغالية والتي يعني أعرف قدرها عند جميع من يعرفون الأسرة الترطية وانا أعرف مدى الهلاقة الوطضة بين كل إنسان وأمه من خلال مكالماتي ومهاتفاتي وجلساتي مع أخوي الأكبر الدكتور عفتاح والشيخ محمد دائما كلما اتصل بالتليفون يسألني عن والدتي ويطمئن عليها ويقول قبل الأياد فأنا أعرف إذا كان حاله ما حال من يعرف فكيف الحال مع الأم الغالية وكنا في آخر زيارة هنا في بيت الشيخ محمد وكانت تطعمنا الفاكهة بيدها رحمه الله فجلست وأنا أتخيل منظر عزاء هذه السيدة الفاضلة وأردت أن أجمع كلمات فلم أتمكن فاتصلت بالأستاذ محمد علي راشد وقصصت له ما يدور في داخلي وما أشعره في قلب أبنائها وأحبابها فتفضل مشكورا وكان المفروض أن نقول الكلام دمبارح ولكن قدر الله ما شاء فعل أن نكون في هذه الجلسة الطيبة بين الأحباب المخلصين فنجد الله تبارك وتعالى أن تكون الكلمات يعني فيها الشفاء وفيها العزاء ونشكر الأستاذ محمد علي راشد ويبلغ عزاء القصصين والمحسامة وكل أسمع لي أحبابكم لفضيلة الشيخ عبد الفتاحة لفضيلة محمد الشيخ عبد الله وإخواتنا الكرام يقول فراق العين للأحباب فراق العين فراق العين للأحباب بغالي ويبقى حزنه ويبقى دمعه ويبقى حزنه طول الليالي ولو بيدي ولو بيدي سأهديهم حياتي ولو بيدي سأهديهم حياتي وأفتيهم بالروح وأفتيها بروح وأفتيها بروح ولو بغالي فكيف إذا رأيت فراق أمي فكيف إذا رأيت فراق عمري فكيف إذا رأيت فراق قلبي فكيف إذا رأيت فراق أمي وفي دروح وفي دروح وفي دروح ودنيا وحالي وداعا يا أمي وداعا يا قلبي وداعا لقلبي فكيف إذا رأيت فراق أمي وفي دروح وفي دروح ودنيا وحالي فبين عيون أمي فبين عيون أمي أشتع عمري فكيفera وفي دروح وفي دروح وفي دروح وفي دروح وفي دروح ودروح وفي دروح وفي دروح وتسأل ما جرى لي تناديني وتسأل ما جرى لي وتدعى لي وتدعوني وتدعوني وتسمعوني بوجه يفيض بحبه وتسمعوني بوجه يفيض بحبه عن كل آلي وداعني أمي وداعني أمي ومن يدها طعمت ومن يدها طعمت وكم سقتني ومن يدها طعمت وكم سقتني ومن يدها طعمت ومن يدها طعمت وكم سقتني ومن يدها طعمت أرى في القلب بسمتها طياء تودعني وتمعين في المقال تودعني وتمعين في المقال تودعني وتمعين في المقال وتمعين في المقال تحذرني من الدنيا وتوصي تحذرني من الدنيا وتوصي تحذرني من الدنيا وتوصي بأن أحيا لربي بأن أحيا لربي ذي الجلال تحذرني ونرضى بالقضاء له بصبر ليوم لقائنا ليوم لقائنا يوم السؤال عليها رحمة الرحمن تترى 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 ويبقى تترى بين سيد � next time ��� Smart والدي وصالي فما عدت يومقت أرها صباحا فما عدت يومقت أرها صباحا فما عدت يومقت أرها صباحا وصالي فما عدت يوماً أراها صباحاً فما عدت يوماً أراها صباحاً فما عدت يوماً أراها صباحاً ترطب قلبي بخير الدعاء وألقي بهمي وحزني لديها فأنسى همومي وأنسى العناء تزيل الأساء تزيل الأساء بخير دعاء أقول وداعاً 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 يا أمي سيأتي اللقاء ونبقى سوياً بدار البقاء كل من يعشق محمد حرح ينبغي ألسان قد أتانا بالرسالة المضلل بالغمام سيدي خير الأناب وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد سيدي خير الأنام وله أعلى مقام ربنا صلى عليه والملائكة الكرام فله منا التحية وله منا السلام شكرنا لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ عبداللطيف العزب وهدان علم الإزاعة المصرية وقروان الفجر بالإزاع كما أشكر للسادة القراء الذين وصلوا الآن شيخ محمد فتح الله بيبرس وكان يسجل بالإزاع شيخ صابر أحمد صابر عيد كما لا يفوتني أن أشكر أيضا حد طارق عاطر وأبناء مشتول السوق قرية براش شاكرا لهم الواجب ولكل أسرة مديرية أوقاف الشرقية مقملة بشيخها والذين أتوا برفقته فضيلة الشيخ زكري القطيب دوكل أول الوزارة والسادة القراء جميعا الآن